السلام عليكم مرحبا بكم معي في القناة اليوم ان شاء الله كيف تشوفوا معي هنقدم واحتح لي السفاح اللي صراحة كتجي اكثر من رائعة وكتوجد ضغيا يعني ما كتاخدش الوقت بزاف وكتجي راقية بالنسبة انا نقدمها الضيف كتجي راقية في المنظر دياله ايضا في المطق دياله كتجي جديدة هنا كفاء تلاحظو معي فهي كتجي معلكة يعني كتجي جديدة بزاف كنتمنى انكم تجربوها وكتطح ايضا اقتصادية كنتمنى تجيبكم الحلقة اليوم وكم بمرون طريقة تحذير اللي بقى مشاركتي معي في القناة تضغط على زل اشتراك ثم اتفعل الجرس باش توصى ان شاء الله كل ما هو جديد ودبا نخليكم مع طريقة تحذير فبالنسبة طريقة والمقادير او الحاجة كناخد واحدة تفاحة اللي كنتم توسطة في الحجم وانا هي هننقيها بهاتش في الهداء ومن بعدها نقطع الطريفة الصغار وانا عملها في الخلط انا نيب بالنسبة اتفاحة انا ما كنقشره شي يعني كنخلق القشرة ديالو يعني احتها انطحنه مزيان عدان صافيوه اذا بغيتو تقشره يعني كتقشره عليك من احسن يعني يدفت هذه القشرة ديالتفاحة يعني كتعطيه واحد المدق اللي هو مزيون وانا ينباد مساعد متقطع ديالتفاح كننضيف عليه نسل لترو ديال الحليب العادي وانا هي كنضيف الججم على الكبر ديال السكر ساني دا هنا هي بنسبة الحلوة يعني كتقال حسب الحلوة اللي انتم مبغيتو وانا هي هنرجع كنتحن هاد الخالط ديالي كانتحنه مزياني اللي بحالي همتحن العسر عادي وانا ينباد مطحنت العسر مزيان هنا هي كان صافيه يعني بنسبة القشرة ديالتفاح اللي مطحنتشي مزيان فكان صافيها يعني من احسن وانا ينباد مطحنت العسر عادي وانا ينباد مصفيت العسر فهنا هيك اضيف اليه واحد الفلون انا هنك فلحتو معيه فاستعمل الفلون العادي هنك كيف هاتشوفو بالنسبة هاد الفلون هادره ما كيكونش في السكر وانا نضيف واحد ملعقة كبيرة ديال الميزيناء او النشا وهنا هي كنخلط كل شي مزيان حتى كندوب ليينشا ومباشرة كنعمل الإناء ديالي فوق النار اللي كتكون مهيلة وكم كان نحرك بهات الشكلة داني ما كنوقفش متحرك حتى كنشوف بان الخالط ديالي بدك يغلي صافي كان حيدوم فوق النار يعني ما كنخلي وشيتك يتقل وانا ايام بعد ما كيوجد لي الخالط ديالي كيجي بهاتشكل هادا يعني كيكون ماشي تقيل يعني كيبقى خفيف يعني من احسن ما تخلوش الخالط ديالي كم تكي عقد بالزبب باش كيجيكم سهل انكم كتخوى في الكووس بهاتشكل هادا فانا كيف لاحظو معيه مباشرة انا كنخوي الخالط ديالي في الكووس اللي هنقدم فيهم الديسير او التحلية اه بهاتشكل هادا ومن بعد ما كنسالي كنغطيهم بلاستيك الغذائي وكندخلهم تلاجه وكنخليهم حتى كيبقى زيان وكي عقد هاد كنقدم وانا ايام بالنسبة للتزين الاخير فانا اهنا اخذيت واحد تفاحة من بعد ما قشرتها قطع زي داي طريفة الصغر انا ايام كنعملهم في واحد الايناء انا ايام هنعسل تفاح انا ايام باش كنعسله فانا انا كنعمل اهنا يتقرب حمي العقاة ديالي للزبدة وكندخل هنا واحد من العقاة صغيرة ديال السكر سنيدة كندخل هنا رس معقاة صغيرة ديال القرفة وهنايا كندخل حمي العقاة صغيرة ديال المزهر السراحة كتأتي واحد المدق اللي هو مزيون بزاف ودبعا نخلط هاد المكونات هادا نخلطه مع بعدياته وانا ايام بعد ما كنعملوا الايناء فوق النار اللي قد تكون العفية ضروري قصدتكم مهي العيدة باش ما كنتحرقش معنا التفاح وضروري كنحرقوا بهات شكلها دو كنخلي بدك التفاح تكيتعسل مزيان وكيتعلق وكينشوف هاد كننان زينوبة وانا كفلحتم ايام من بعد ما خليت التفاح تتعسل مزيان وتعلق ونشوف يعني كيجيب هاد شكل هادا يعني كيبلي واحد الكمية اللي هي قليلة وهنايا كندفع له تقريبا عندي واحد جوج معلقة كبار ديال اللوز بعد ما حمرته كان هرمشو هادايا غلط شوية وكان نخلطه مع ديك التفاح تصراحة كعتي واحد المدق اللي هو الديد بزاف كيمكن لكم تعاوضوا اللوز تعاوضوا بالجوز يعني القرقع كيبقى لحسب اختيار ديالكم انتوما وانايا كنخلط كل شي مزيان وكنخلي الخالد ديالي حتى يبرد مزيان عاد كنزينو بها وانايا بعد ما خلينا التحلية ديالنا في التلجة حتى بردت مزيان عقادت كتجيب هاد شكل هادا يعني كتكون عقدة مزيان وضروري كنقدموها برده وهنايا بعد ما كنجيو نقدم التحلية ديالنا في الاخير كنزينوها بالتفاح المعسل اللي سبق لنا حضرنا كخلوها ايضا تتكي بردت مزيان عاد كنزينو به بهات شكل هادا يعني كناخد تقريبا محمل العقاة صغيرة اللي كان عمله فوق الوجه ديالتحلية بهات شكل فدائما بالنسبة انتزين يعني كيبقى لحسب اختيار ديالكم هدي المجرد يعني غيفي كرة وانايا في الاخير كناخد لصوص ديال كراميل اللي كانزين بالوجه ديالتحلية بهات شكل وانايا بعد ما كنساليه كنقدم تحلية ديالي بهات شكل هادا فهي سهلة وما كتاخدش الوقت بزاف والاهم من هاتشي كامل انها كتجلديده بسبب كنتمنى انكم تجربوها كنتمنى ان تعجبكم الحلقة اليوم واذا اجبتكم الحلقة ما تنسوشت من الاعجاب وايضا تفرطشوا فيديوها ديالنا مع الاصدقاء لكم باش كتعم الفائدة ان شاء الله على الجميع ودفن خليكم على خير وسلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة